بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي Tutorials وشرح المسائل لمادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور الأول وهو مقدمة لمقاومة المواد ومراجعة للستاتيك ونشرح الآن المسألة رقم 5 معانا هذا الشكل المحمل بقوتين W و 3W ينتج عن هذا قوى الشد T1 و T2 و T3 معطى الزوايا على الVertical 60 درجة بالنسبة للنقطة B و 30 درجة بالنسبة للنقطة C أيضا معطى على الHorizontal A الزاوية Theta المطلوب هو أن نثبت أن الجزء BC بهذا التحميل هو horizontal يعني ثيتا لابد أن تساوي كم؟ ثيتا لابد أن تساوي 90 درجة نحن مطالبون بهذا بإثبات هذا ثم بعد ذلك مطالبون بحساب T1 T2 و T3 باستخدام قيمة W طبعا القانون المتاح هنا حسب المعطيات هو قانون اللاميستثيرم قانون اللاميستثيرم بالنسبة لهذه الحالة هو كالآتي التي 1 بنسبة للنقطة B تي 1 تقسيم الزاوية المقابلة لها أو ساين الزاوية المقابلة لها وهي ثيتا يساوي W تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها وهي ماذا؟ وهي 60 درجة زائد 180 ناقص الثيتا ويساوي ماذا؟ يساوي T2 تقسيم ساين الزاوية 120 درجة تي 1 تقسيم ساين الثيتا يساوي T2 تقسيم ساين الزاوية 120 يساوي W تقسيم ساين الـ 240 سالب أو ناقص الثيتا أما لو طبقنا اللاميستثيرم على النقطة C المعطيات كالآتي قوة الثلاثة W تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها وهو 30 درجة زائد الثيتا يساوي T3 تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها وهي 180 ناقص الثيتا يساوي T2 تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها وهي 150 درجة 150 درجة هذه في الحقيقة هي تساوي 180 درجة ناقص 30 درجة تكون المعادلة كالآتي T2 تقسيم ساين 150 يساوي T3 تقسيم ساين 180 ناقص الثيتا يساوي 3W تقسيم ساين 30 درجة زائد الثيتا من هنا نبدأ في حل المعادلات نسحب T2 تساوي كم في الحقيقة تساوي من هذه المعادلة T2 من هنا تساوي كم تساوي W لضرب هذا الساين تقسيم ساين 240 ناقص الثيتا يساوي ماذا؟ يساوي 3W ضرب ساين 150 طبعا هنا اعتمدنا أيضا على هذه المعادلة الربط ما بين هنا T2 والثلاثة W ساين 150 تقسيم ساين الثلاثين زائد الثيتا نحل هذه المعادلة طبعا الW مع الW تروح cancel وهنا المجهول الوحيد الذي تبقى معنا هو الثيتا بالأخير نتحصل على ماذا؟ نتحصل على أنه 2 كوساين ثيتا يساوي صفر وهذا يدل على أنه ثيتا تساوي 90 درجة ثيتا تساوي 90 درجة يعني الجزء خلنشوف الرسمة الجزء بي سي كيف رح يكون؟ الجزء بي سي رح يكون هوريزنطل هذا أثبتنا أما الآن نمر إلى حساب قيمة T1 والT2 والT3 function of what function of W وهذا بالرجوع إلى نفس معادلة لامس ثيورام T1 تساوي W ضرب صاين التسعين تقسيم صاين المئة وخمسين فيساوي 2W T2 تساوي W صاين 120 تقسيم صاين المئة وخمسين يساوي 1.7W أما T3 تساوي 3W ضرب صاين التسعين تقسيم صاين المئة وعشرين يساوي 3.46W